سؤال السابق الذي أجد مشتقت سين أكس زياد كوسين أكس على كوسين أكس طبعاً هذا مشتقة القسمة بسط مقام سيكون قاعدت البسط في المقام ناقص البسط في مشتقة المقام على المقام التالبي نحن نقول لي سابع مشتقة البسط عندي سين زياد كوسين السين اكس عبارة عن سالب سين اكس سيكون عندي ناقص ساين X هذا البص مشتقة البص في المقام يعني ضرب كوساين X ناقص القانون البص يكتب كما هو ساين X زايدا كوساين X في مشتقة المقام مشتقة الكوساين عبارة عن سالب ساين X سالب ساين X على المقام تربيع تطبيق مباشر لقانون مشتقة القسمة على كوساين تربيع X هذا رح أبسط رح أفوك الأقواس إلا في البص يلا ضرب كوساين يعطيني كوساين تربيع كوساين تربيع X ناقص ساين في كوساين يعطيني ناقص ساين في كوساين كان أضرب ساين في كوساين بس ناقص ساين X ضرب كوساين X الآن أضرب السالب مع الساين ومثل ما أضربه أضربه في سالب ساين يلا سالب في ساين يعطيني سالب ساين سالب في سالب يعطيني موجب ساين في ساين يعطيني ساين تربيع X بعدين سالب في موجب كوساين يعطيني سالب كوساين والسالب في سالب يعطيني موجب كوساين في ساين أضربه في بعض يعطيني ساين في كوساين نفس الشي ساين اكس ضرب كوساين اكس على المقام التربيع اللي هو كوساين تربيع اكس عندي اختصاراتها الآن سالب ساين اكس تروح مع موجة بساين سالب ساين في كوساين اكس تروح مع موجة بساين في كوساين عكس بعض كان يما يقول لك سالب واحد زائد واحد صفر يعني بقي عندي في البصل كوساين تربيع اكس زائد ساين تربيع اكس على كوساين تربيع اكس كوساين تربيع زائد ساين تربيع هذه عبارة عن مطابقة معروفة تساين واحد اذا عندي البصل يساين واحد على كوساين تربيع اكس واحد على كوساين عبارة عن سك واحد على كوساين تربيع برضو عبارة عن سك تربيع والجواب يساوي سك تربيع اكس هذا هو الجواب شكرا